أعلنت أوزارة التجارة الأمريكية إضافة 37 كياناً صونياً إلى لائحتها السوداء من بينها شركة تزعم واشنطن أنها مرتبطة بمنطاض صوني كان اشتبه بأنه يستخدم للتجسس على الأراضي الأمريكية في مطلع العام الفائد وعلى خط موازن ذكرت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية بصدد الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية بحلول الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تستهدف هذه الرسوم قطعات صناعية استراتيجية صينية في المقابل شددت وزارة الخارجية الصينية على معارضاتها الشديدة لإضافة الولايات المتحدة 37 شركة صينية إلى قائمة القيود التجارية الحديث أكثر ينضم إلينا من باريس السيد ميشيل فياض الخبير في شؤون الاقتصاد الدولي أهلا بك سيد ميشيل بداية يعني ما تدعيات العقوبات الجديدة الأمريكية على شركات صينية طبا مساءكم من الصعب جدا أن نقول بذلك لأن العقوبات رأينا محدوديتها في روسيا في إيران وفي غيرهما من البلدان ويجب أن نفهم أيضا وأن ندرك أنه اليوم هناك حرب تجارية فعلية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا والصين وحتى أوروبا في بعض الأحيان إذن اليوم الولايات المتحدة تحاول من أجل الإبقاء على هذا التفوق التجاري من خلال استخدام العقوبات أقول أوروبا لأن أوروبا أيضا خضعت للعقوبات المباشرة وغير المباشرة أيضا بشكل مباشر منذ بضع سنوات عندما كان هناك هذه المصارف الفرنسية التي فرضت عليها عقوبات بمليارات الدولارات لعلاقاتها بإيران بالسودان إلى آخره وأيضا كان هناك بعض البلدان كليتوانيا ولاتفيا وغيرهما إذن اليوم روسيا تعيش هذه الحرب مع أوكرانيا ولكن نعرف أنه منذ 2014 تم فرض العقوبات ضد روسيا إذن أيضا على عهد ترامب على سبيل الخصوص وحتى اليوم مع هذه العقوبات الجديدة مع إدارة بايدن ضد الصين واليوم ما هو الأثر لهذه العقوبات لا أعرف مئة بالمئة لأن اليوم الصينيين والروس وغيرهم يحاولون اليوم لينحازوا عن هذه الطرق وليبتعدوا عن هذه العقوبات أو العقبات بحد ذاتها وحتى كان هناك الموردين الكثر من الأولاد المتحدة الأمريكية وأيضا الذين يتعاملون مع الصين مع هواوي والذين كانوا يتعاملون معهم واليوم هواوي ستنظر وترى السبل الأخرى البديلة من أجل المضي قدما في عمليتها التجارية وعلوة على ذلك بناء على ذكال الصناع إلى آخره لماذا تعاد هذه العقوبات المزمع فرضها هي واحدة من أهم الخطوات التي قام بها بايدن بإطار السباق الاقتصادي مع الصين هذه السنة نحن نقترب من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعد ترامب نعرف أن ترامب كان بطل الحماية الأمريكية وأيضا كان الرائد في حماية الشركات الأمريكية إذن هو يقول أنه حارب الصين عندما كان هو رئيسا وينتقد بايدن على أنه أحجم عن القيام بذلك وربما اليوم بايدن يحاول المزايدة بطريقة أو بأخرى من أجل أن يبرهن للأمريكيين أن ذلك ليس صحيحا وأنه أيضا يحاول الحفاظ على المصالح الأمريكية ونحن نعرف أنه في الكونغرس حتى هناك من بين الجمهوريين من قالوا أن هذه الإجراءات هي تحمي السيادة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية لأنها تهدف إلى الحد من التقدم التكنولوجي للصين الشيوعية إذن ترامب أو بايدن عفوا اليوم يحاول ويركب الموجة لهذه الفكرة بالذات من خلال قوله بأنه هو من يحمي السيادة الوطنية الأمريكية وأنه هو من يحاول أن يصد الصين والصينيين من أجل أن يعرقل تقدمهم وليس هناك أي حاجة للانتخاب لصالح ترامب اليوم لحماية الولايات المتحدة الأمريكية وسكانها ما هو الرد الصيني المتوقع سيد ميشيل على هذه العقوبات وكيف ممكن أن تتحايل عليها الصين؟ وهل تتجه للتصدير إلى الولايات المتحدة عبر دولة ثالثة مثلا؟ نعم بكل تأكيد الصين تحاول أن تغير وجهات هذه التجارة ولتذهب نحو إيران نحو روسيا مثلا لألتجار معها ولكن نعرف أيضا أن الصين لديها قدرة إنتاجية فائدة بالمقارنة بروسيا وبإيران ومفاد ذلك كل هذه المنتجات التي تستورد في الولايات المتحدة الأمريكية إذن اليوم الصين وروسيا ربما قد تفرض بعض العقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تحرم الولايات المتحدة من هذه المنتجات إذن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد تتعقد الأمور وهذا ما سبق وذكرته في بداية حديثنا اليوم هناك حرب تجارية حقيقية تحضر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهذه الحرب التجارية التي هي اليوم تبدأ فقط لأننا نتذكر أنه حاليا هناك منافسة بين البلدين من سيكسب أو سيكتسب هذه الميزات الاقتصادية الأهم حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد يعتمد على الدين بينما الصين اليوم ليس لديها هذه الحصيلة أو هذا الكام الكبير من الدين ولكن بالمقارنة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدين وهناك أيضا الدولار الأمريكي في الولايات المتحدة نعم وطحت سيد ميشيل فياد الخبير في شؤون الاقتصاد الدولي شكرا جزيلا لك بحر الصين الجنوبي عنوان صراع مستمر في منطقة تعيش على صفيح سخن بسبب خلافتها المستمرة ست دول جميعها يضع بحر الصين هدفا له ففي المنطقة تتنزع الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروني على الأحاقية ببحر الصين الجنوبي ونزاع رئيسي حول السيادة على مياه البحر وجزر بارسل وسبراتلي وهما سلسلتان من الجزر تدعي عدد من الدول السيادة عليها الموقع الاستراتيجي لواحد من أهم الممرات المائية للشحن عالميا هو السبب الرئيسي لاهتمام دول المنطقة ببحر الصين فمنه يعبر أكثر من ثلث تجارة العالمية بدخل يتجاوز 3.37 تريليون دولار سنويا فضلا عن كون المنطقة تعوم فوق احتياطي نفطي ضخم تقدر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في هذا البحر بما بين 23 مليار و30 مليار طن من النفط و190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي فضلا عن الاكتشافات الجديدة المستمرة والتي قدرت بنحو 102 مليون طن من النفط والغاز تطالب الصين بأن يكون 95% من بحر الصين الجنوبي خاضع لمنطقتها الاقتصادية وتفرض بالفعل سيطرتها عليه عبر تسيير دورية كما بدأت إنشاء جزر صناعية عام 2013 في المنطقة بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيت نهم وماليزيا وبروني وإندونيسيا ببناء منشآت عسكرية ومهابط للطائرات والموانئ والقواعد العسكرية